في الحقيقة سد فراغ الشهيد أبمهدي المهندس غير ممكن لأنه هاي شخصيات قيادية تثنائية صنعتها ظروف تأريخية وواكبة الحشد من اللحظات الأولى صحيح حج أبمهدي معايا من اللحظات الأولى في التسمية في العمل عندما كان بدون أسهم بدون موقع بدون كذا وهو رجل يعني إلى تاريخ مشرف يعني نحن لا نقبل أن يتم الانتقاص منه بأي شيء من الأشكال لأنه مضخر عراقي وشفت العراقيين شون أبنوا هذه مشاعر صادقة بدون تعبئة إعلامية وبدون بالعقس كانت الأجواء غير مساعدة على هكذا تعبين وتشييع إنما كان نبض قلوب الناس مع الحشد ومع الشهيد الحج أبمهدي المهندس فالتعويضة مالك لكن احنا عملنا أن يكون الحشد مؤسسة فالمؤسسة لا تقف عند أشخاص وهذا ميزة العمل المؤسسي والأخ مهدي معنا احنا كنا نعمل وكنا في الأشهر الأخيرة قبل التظاهرات وقبل الاستشهادة بصراحة منهمكين في وضع هيكلية جديدة للحشد اختلفنا عليها وثم اتفقنا واختلفنا لكن لخير وصلنا إلى فصيغة وضعنا هيكلية خاصة للحشد تنسجم مع القانون وتنسجم مع الرؤية التي ذهل مرجعية وتنسجم مع أن الحشد يكون جزء منظومة الدولة سننتكيف قانوني لأفراد الحشد إن شاء الله نعمل بالأيام القادمة على تنفيذه